ضع المصمار بقلب الشمعة اليوم راح علمكنها على صر خطير وبتعقدوا راح تقوموا وتعملوها فورا بديتان انا عندي هون اربع مسامين راح حطهم بقلب الشمعة وسبتهم كتير منيح هلا انتو عم يخطروا على بيركن ليه انا عم حط المصمار بقلب الشمعة متل ما بتعرفوا ايام الزمان كانوا ما عندهم اللي منبه فكيف بدهم كانوا يعملوا بنبه كانوا يحطوا المصمار بقلب الشمعة بهيدا الشكل واول ما يدوب الشمع يعني مصده واحد بدهم ساعة او ساعتين اول ما توقع البرغي او المصمارة على صحن الاستلس او جاط الاستلس فبيعرف انه مرت ساعة فهيكي كانت اللي منبه ايام الزمان طبعا هايدي علمتنا عليها ستة فقلت انا حبيت خبركم عنا كيف كانت اللي منبه ايام زمان وكمان فينا نستخدمها بهالايام ما تنسوني من اللايك والشير اليوم راح علمك على طريقة غير شكل بالسفنجة دايما تعتمديها ما عليك تقصيها الا بالنص او بتقصيها اتنين بتقصيها بالنص متل ما شايفين بتحط عليها الملح والبيكن باودر بتحطيها مباشرة بقلب البرد اذا كان انت عندك روي احكاريها بقلب البرد صدقيني راح يروحوا نهائيا اعتمديها بطريقة غير الشكل فلعيها وانسيها بهيدا الطريقة اليوم راح علمك على فكرة بتاخد العقل بداية انا عندي هون القنينة منجيب المقص ومنقصها بالنص بهيدا الشكل ورح نعملها هيك باب صغير بهيدا الشكل هلا انا عندي هون الفحمة حطيتها على النار شو بنعمل منجيب الفحمة منحطها بالنص ومنجيب ورق الغار منجيب الكورنفل منجيب الهيل منجيب الزعتر منحطها بقلبها مباشرة بهيدا الطريقة وهون راح تطلع ريحة بتعقل هون احنا عملنا باب خرق من دون تاكل فيه من دون اي شي اعتمدوها بتعقل ضع الشمع بالماء المغلية شي مرة جربت تحطين بالماء المغلية اليوم راح علمك على طريقة بتاخد العقل اول ما تغل الماء معانا بسواني بتحط الشمعة وبتشيليها ما بتتركيها سواني ثاني اتنين وبتشيليها بتجيب الشوبك وبتمرجيها بهيدا الشكل وبتصير تبرمي الشمعة بهيدا الطريقة على شكل الحلزوني هون احنا عملنا شمعة ها من دون ما نشتري نحنا شمع هلزوني هون احنا عملنا شمعة غير شكل بهيدا الطريقة شو رأيكم حبيتوها بعطوها لغيركم تحتى يستفيد ما تنسوني من اللايك والشير والكومان دخلت جارتي علي وقالتلي شو هيدا الريحة الحلوة والطيبة والزكية التلا فوتي معي على المطبخ تحت علمك على هيدا الفكرة وتخبيها لكل رفقاتك وانت كمان بعطيها لغيرك تحتى كمان يستفيد من هيدا الفكرة التلا بتجيب البرتقان او بتجيب الليمون او بتجيب الافندة بتفضيهم بهيدا الطريقة وبتعملينهم اسقاب صغيرة بالنص من جوه بهيدا الشكل هلا هوني شو عندي انا من بعد ما عملت الراس من فوقه والليموني من تحت ونعمله اسقاب هيدا الشكل منجيب الازهورات منجيب الهيل منجيب الكورنفول منشيب ورق الغار وندخلهم بقلبها مباشرة صدقا من دون مبالغة اول ما تحطوا عليهم طبعا هوني احنا منسخن الفحمة اول ما تطلع ريحة رح تطلع ريحة زكية وغير شيكل سر تلميع سيراميك الحمام اذا انت عندك عفوني متل ما شايفين متل ما شايفين بالفيديو الاول و بالفيديو التاني انا عرضتو لمعتو بطريقة غير شكل بس مرة على مرة رح يصير غير شكل ما عليك الا تضيف هول ثلاث مكونات بقلب الجهات بداية انا بتضيف البكنك بودر بالاضافة الى حمض المليمون بيقار بثلاث معال بالاضافة الى الخال بتفرقون كتير مع بعض اول ما تفرقونه هيعطونا تفاعل غير شكل هوني ساعتها انت بتجيبه تبعول تفرق السجد بالاضافة الى سلك المواعين وبتصير تحط وين على الحيطان الحمام وعلى ارضية الحمام ما يقار بالساعة او الربع الساعة متل ما انت بتحب طول ما هني بقيوا وقت اكتر كل ما اول ما انت تفرقون بسلك المواعين وبالفرشات الحمام رح ينزل كل السواد متل ما شايفين بعضوها لغيركم تحتى يستفيد وصدقا رح يلمع الحمام رح يلمع البلاط اذا خاصا اذا كان لونه ابيض بهيدا الطريقة اعتمدوها متل ما شايفين مرة على مرة مرة فكرت تحط المنجير بقلب السيرنجي اليوم رح علمك على فكرة غير شكل دايما تعتمدو اذا انت منعو الشاك المنجير وبتحب تعملي اشكل بس ما بتعرفي ما عليك اللي تحطيون بقلب السيرنجي بهيدا الطريقة وبتصير تعملي القلب تعملي مثلا بننكور او بدكور بطريقة كتير حلوة ومميزة اعتمدوها وطريقة غير شكل وبعتوها لغيركم ما تنسون احبائي من اللايك والشار والكومنت والمتابعة والاكسبلور تحتى يشوفوا اكبر عدد ممكن حبيتوها كتبولي تحت وناطرة رأيكم ضع البيضاء جو الاكياس في الازازة واكتشفي السير فكرة ما حدا بيعرفها نهائيا يوم رح حنمك على هيد الفكرة دايما تعتمديها وبعطيها لغيرك تحتى يستفيد بداية انا عندي هون الانينة عملت له هيك يسقب متل الشباك شو رح اعمل رح افوت بقلبها الاكياس بهيدي الطريقة ورح دخل البيض بقلبها اذا بحل مصر انت يظهر على مشوار طويل وما يخطي معاك بيض او خايفين انت يتكسروا معاك ما عليك الى تجيب الاكياس بهيدي الطريقة وبالدخل البيض وهيك مستحيل يتكسروا معاك متل ما شايفين تمدوها لهيدي الطريقة وكتير حلوة ما تنسوني من اللايك والشار والكومنت